بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء عنوان درسنا حيوض الضوء عبر شق أهداف الدرس يجب عليك عزيز الطالب بنهاية مشاهدتك لهذا الفيديو أن تكون قادرا على أن توضح كيف تتكون الهدبة المركزية وأهداف الحيوض الأخرى ربطا بالمعرفة السابقة في هذا الشكل الموجود أمامك لاحظ الشكل جيدا ثم أجب عن الأسئلة ما الذي حدث للموجة الضوئية عند مرورها عبر الشق في الشكل المقابل هنا موجة ضوئية تعبر من خلال هذا الشق حدث لها تغير في أمرين أحسنتم أسمع إجاباتكم أحسنتم تغير شكلها وتغير اتجاه حركتها وحدث لها حيود ما شرط الحصول على حيود واضح في الضوء عند مروره عبر شق أحسنتم استخدام شق ضيق له عرض مماثل أو أقل من طول موجة الضوء لمراجعة ما يحدث في الضوء عند مروره عبر شق نلاحظ هذا الرسم المتحرك هذه الموجة الضوئية مرت خلال هذا الشق تكونت لنا أنماط التداخل أو أنماط الحيود وهي عبارة عن مناطق مضيئة تتخللها مناطق مظلمة المناطق المضيئة ناتجة عن أحسنتم تداخل بناء والمناطق المظلمة ناتجة عن مبارك الله فيكم تداخل هدام والآن كيف تتكون الهدبة المركزية وأهداب الحيود الأخرى لفهم ذلك جيدا تابع معي هذا الرسم المتحرك في هذا الرسم المتحرك لاحظ معي هذا مصدر ضوئي كل نقطة من النقاط الثلاثة الموجودة أمامنا يمكن اعتبارها مقدمة لموجة ضوئية وكأنها تمثل مصادر وكأنها تمثل مصادر جديدة لموجات صغيرة هيا بنا لاحظ معي في هذه الحالة هنا تكونت أهداب الحيود أو أهداب التداخل نلاحظ هنا تكون هدبة تسمى بالهدبة المركزية سوف نبدأ من جديد هنا تكونت الهدبة المركزية كيف تكونت الهدبة المركزية الهدبة المركزية تكونت من هنا موجة آتية من هذا المصدر وموجة أخرى آتية من هذا المصدر وطلاقت الموجتان في هذه النقطة لو لاحظنا أن مصار هذه الموجة يساوي مصار هذه الموجة إذن فرق المصار بين الموجتين هنا في هذه النقطة يساوي صفر وهنا تكونت هدبة مركزية وهذه الهدبة هدبة مضيئة دائما وفرق الطور لها يساوي صفر لأنها ناتجة من فرق مصار بين الموجتين مقداره صفر نلاحظ كيف تتكون الهدبة المضيئة الأولى لاحظ معي هنا تكونت هدبة مضيئة أولى كيف تكونت هذه الهدبة؟ أيضا هنا مصدر ضوئي من هذه النقطة تولدت موجة ومن هذه النقطة أيضا تولدت موجة وتقابلت الموجتين على الشاشة في هذه النقطة هنا تكونت هدبة مضيئة لابد أن تعرف أن مصار هذه الموجة أقل من مصار هذه الموجة هذه الموجة قطعت مسافة أطول من هذه الموجة قطعت مسافة أقل إذن فرق المصار بين الموجتين هو طول موجي كامل لمدة وبالتالي هنا تتكون الهدبة المضيئة لاحظ أن الهدبة المضيئة الأولى هذه الهدبة تكون أقل من الهدبة المركزية نلاحظ كيف تتكون الهدبة المعتمة هنا الهدبة المركزية ثم الهدبة المضيئة الأولى ثم تكونت الهدبة المعتمة كيف تكونت الهدبة المعتمة؟ بنفس الطريقة هنا شعاع أو موجة أتت من هذا المصدر وموجة أخرى أتت من هذا المصدر وتقابلت الموجتان معا في هذه النقطة إلا أن فرق المصار بين هذه الموجة وهذه الموجة هو نصف طول موجي يعني لمدة على 2 إذن هنا تعلمنا كيف تكونت الهدبة المركزية من تقابل أو تداخل موجتين فرق المصار بينهما صفر وفرق الطور صفر هنا تكونت هدبة مضيئة أولى عندما كان فرق المصار بين الموجة الأولى والموجة الثانية لمدة طول موجي كامل هنا تكونت الهدبة المضيئة هنا تكونت الهدبة المعتمة الأولى عندما كان فرق المصار بين الموجتين لمدة قسمة 2 إذن من خلال مشاهدتك للرسم المتحرك هل يمكنك تلخيص أهم النقاط لاحظ معي لنلخص أهم نقاط درسنا اليوم هنا عزيز الطالب هذه مصدر موجة وهذه مصدر موجة أخرى تقابلت الموجتين في هذه النقطة فرق المصار بين الموجتين هو صفر إذن تسمى هذه بالهدبة المضيئة المركزية هنا لاحظ في هذه الحالة هذا فرق مصار الموجة الأولى وهذا فرق مصار الموجة الثانية هذا مصار الموجة الأولى وهذا مصار الموجة الثانية فرق المصار بينهما طول موجي كامل إذن هنا تكونت الهدبة المضيئة الأولى في هذا الشكل لاحظ هنا الموجة الأولى هنا الموجة الثانية تقابلت الموجتين هنا وتكونت هدبة معتمة لأنه فرق المصار هنا لامد على اثنين إذن هذه تسمى بالهدبة المعتمة الأولى نلخص أهم نقاط درسنا أولا عندما يكون فرق المصار مساويا للصفر تتكون الهدبة المركزية وهي هدبة مضيئة دائما زي ما قلنا فرق الطور صفر حالة الثانية عندما يكون فرق المصار لمدة على اثنين يتكون تداخل هدام ينتج عنه الهدبة المعتمة الأولى عندما يكون فرق المصار لمدة يتكون تداخل بناء ينتج عنه الهدبة المضيئة الأولى نلاحظ هنا أن ردبة الهدبة الأولى إن تساوي ون تساوي واحد تقويم الهدف الأول لاحظ معي هذا الشكل جيدا ادرس الشكل جيدا ثم أجب ما اسم الظاهرة في الشكل الموجود أمامنا أحسنتم بارك الله فيكم أسمع إجاباتكم إجابة صحيحة تسمى حيود الضوء أحسنتم ما الذي تمثله النقطة واحد النقطة واحد هذه النقطة ما الذي تمثله هذه النقطة سبق أن رأيناها منذ لحظات تمثل أحسنتم هدبة مركزية وهي دايما مضيئة زي ما قلنا ما نمط التداخل في النقطة اثنين نمط التداخل هنا هل هو تداخل ماذا أحسنتم بارك الله فيكم هو تداخل هدام لأنه نتج عنه هدبة مظلمة ما نمط التداخل في النقطة ثلاثة هذه النقطة ثلاثة ما نمط التداخل فيها أحسنتم تداخل بناء لأنه أعطى لنا هدبة مضيئة تابع تقويم الهدف الأول أكمل إذا كان فرق المصار لمدة على اثنين يتكون تداخل أحسنتم بارك الله فيكم إجابتكم صحيحة تداخل هداما لأنها جزء من الطول الموجي وليس طول الموجي كامل ينتج عنه هدبة أحسنتم معتمة إذا كان فرق المصار لمدة يتكون تداخل أعطوا الموجي كامل إذا تداخلا أحسنتم إجابة صحيحة تداخل بناء ينتج عنه هدبة أحسنتم بارك الله فيكم مضيئة مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء عنوان درسنا اليوم حيوض الضوء عبر شق القزء الثاني أهداف درسنا اليوم عزيز الطالب يجب عليك بنهاية المشاهدة لهذا الفيديو أن تكون قادرا على أن تستنتقى العلاقة بين عرض الشق المفرد والطول الموجي لضوء المستخدم تستخدم العلاقة لمدة تساوي دي ساين سيتا في حل مساء العددية ربطا بالمعرفة السابقة تعال معي نشاهد هذا الرسم المتحرك في هذا الرسم سوف نسترجع كيف تتكون الهدبة المركزية وأهداب الحيوض الأخرى لاحظ هنا هنا تكونت الهدبة المركزية وهي ناتجة من فرق مصار بين الموجتين مقداره صفر هنا تكونت الهدبة المعتمة الأولى وهي ناتجة من فرق مصار بين هاتين الموجتين مقداره لمدة قسمة اثنين هنا تكونت الهدبة المضيئة الأولى وهي ناتجة من فرق مصار بين هاتين الموجتين فرق المصار بينهما طول موجي كامل لمدة إذن استرجعنا كيف تكونت الهدبة المركزية وكيف تكونت الهدبة المضيئة وكيف تكونت الهدبة المعتمة والآن نذهب إلى العلاقة الرياضية التي تربط بين الطول الموجي وعرض الشرق والزاوية بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة الأولى نلاحظ هنا معا أن هذه الموجة وهذه الموجة عندما تلتقي هاتين الموجتين ينتج لنا الهدبة المضيئة العلية لو قصنا طول مصار هذه الموجة وطول مصار هذه الموجة نجد أن فرق المصار بينهما يساوي طول موجي كامل إذن فرق المصار بينهما طول موجي كامل لو قمنا بتدوير هذا المسلث لحصلنا على نفس المسلث الموجود في الكتاب والذي سنراه بعد قليل نلاحظ معا في هذا المسلث هذا الضلع يمثل الفرق بين مصار هذه الموجة ومصار هذه الموجة اللي هو الطول الموجي لمدة وطر المسلث هذا المسلث قائم الزاوية وطر المسلث يمثل الديل هو عرض الشك هذه الزاوية سيتا وهي الزاوية بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة الأولى إذن لو أحببنا أعزائي الطلاب أن نحسب صين سيتا ماذا نفعل؟ أحسنتم مقابل على وطر المقابل لمدة والوطر دي تابع معي كيف يتم استنتاج القانون لاحظ معي أن هذا الوطر هذا الضلع وهو وطر المسلث هذا يمثل عرض الشك دي وهذا الضلع هذا الضلع يمثل لمدة وهذه الزاوية سيتا وهي الزاوية كما قلنا المحصورة بين الهدبة المركزية والهدبة المضيئة الأولى إذن لو أردنا أن نأتي بالطول لمدة ماذا نفعل؟ أحسنتم يبقى لمدة تساوي دي صين سيتا إذن لو أحببنا أن نأتي بالصين سيتا تساوي لمدة كسمة دي إذن يمكن وضع هذا القانون في صورة مثلث حتى نتمكن من إيجاد كل مدلولات القانون لو أحببنا أن نأتي باللمدة يبقى دي صين سيتا لو أحببنا أن نأتي بالدي يبقى لمدة على صين سيتا لو أحببنا أن نأتي بالصين سيتا لابد أن تعلم أحسنتم صين سيتا تساوي صين سيتا تساوي صين سالب واحد لمدة على الدي اكتب مدلولات القانون ووحدات القياس ما هي مدلولات القانون؟ ما الذي تشير إليه اللامده ما الذي تشير إليه الدي ما الذي تشير إليه السيتة أسمعوا إجاباتكم أحسنتم السيتة هي الزاوية إلى الهدبة المضيئة الأولى اللامده هي الطول الموجي وده هي عرض الشوق وحدات القياس راد أو درجة حسب ما تأتي لنا في المسألة واللامده تقاس بالمتر والدي تقاس بالمتر أيضا إذن تعلمنا كيف يمكننا كتابة القانون كما تعلمنا كيف يمكننا كتابة وحدات القياس لكل مدلول من مدلولات القانون عند حل المسائل باستخدام هذا القانون لا بد أن تعلم عزيز الطالب أن كل من الدي واللامده لابد أن تكون وحدة قياس لهما متر يبقى الدي تقاس بالمتر واللامده تقاس أيضا بالمتر طيب تحويلات هامة أعلم أنكم جميعكم تعرفون هذه التحويلات جيدا عند التحويل من وحدة سنتيمتر إلى وحدة المتر لابد أن نضرب الرقم في 10 أس سالب 2 لو أن وحدات القياس التي معنا لدي واللامده بميلي متر لابد أن نضرب الرقم في 10 أس سالب 3 لو كانت بالميكرو متر لابد أن نضرب الرقم في 10 أس سالب 6 لو كانت بالنانو متر لابد أن نضرب الرقم في 10 أس سالب 9 إذن التحويلات هذه هامة جدا تقويم الهدف اكتب قانون حساب الطول الموجي عند مرور الضوء عبر شق أحسنتم أسمع إجاباتكم جيدة يفضل كتابة القانون في صورة مثلث أحسنتم نعم D تساوي لمدة قسمة سين سيتا أو لمدة تساوي D سين سيتا أو سيتا تساوي شيفت سين سين سليب واحد لمدة قسمة D اكتب وحدات قياس كل من ما وحدة قياس السيتا أحسنتم أسمع إجاباتكم جيدا أحسنتم راد أو بالدرجات الطول الموجي لمدة أحسنتم بالمتر D أيضا بالمتر الهدف الثاني هدفنا الثاني أن نستخدم العلاقة لمدة ساوي D سين سيتا في حل مسائل عددية إذن لنذهب إلى حل المسائل مثال واحد يمر ضوء مترابط أحادي اللون عبر شق فيظهر نمط تداخل على شاشة مقابلة إذا كانت الزاوية بين الهدبة المركزية والهدبة المضيع الأولى هي 18 درجة والطول الموجي لهذا الضوء هو خمسة بوينت اتنين وخمسين ضرب عشرة أستسالي بسبعة ميتر احسب عرض الشق هنا المطلوب مننا أننا نحسب الدي وأعطاني الثيتا وأعطاني اللامدة إذن المعطيات هي أحسنتم لامدة وثيتا اللامدة تسوي خمسة بوينت اتنين وخمسين ضرب عشرة أستسالي بسبعة ميتر والثيتا 18 دجري إذن المطلوب الدي إذن هنا حددنا المعطيات وحددنا المطلوب القانون المناسب هو أحسنتم دي تساوي لامدة قسمة سين سيتا إذن التعويض كما نرى دي تساوي خمسة بوينت اتنين وخمسين ضرب عشرة سلب سبعة قسمة سين 18 يكون الناتج واحد بوينت 78 ضرب عشرة سلب ستة ميتر هنا أيضا مثال آخر يعتبر ضوء أحادي اللون طوله الموجي كما نرى معنا اللامدة طول الموجي يعبر ضوء أحادي اللون طوله الموجي كما نرى خلال شق مفرد عرضه هذا عرض الشق ثم يسقط على شاشة احسب الزاوية بين الهضبة المركزية والهضبة المضيئة الأولى إذن المعطيات كما تعودنا هذه المعطيات لمدة تساوي 6 بوينت 20 ضرب عشرة سلب سبعة ميتر وأدي هنا لازم نعلم أنها بالسنتيميتر إذن لابد من التحويل كيف نحول أحسنتم بالضرب في عشرة أس سالب اتنين يكون الناتج كما ترى إذن القانون المستخدم بما أننا محتاجين سيتا إذن سيتا تساوي سين سلب واحد لامدة قسمة الدي وهنا يكون الناتج سيتا تساوي سين سلب واحد ستة بوينت عشرين ضرب عشرة سالب سبعة قسمة واحد ضرب عشرة سالب خمسة الناتج تلاتة بوينت خمسة وخمسين درجة تقويم الهدف الثاني عليك إيقاف الفيديو وحل السؤال يعبر ضق أحادي اللون عبر شق مفرد عرضه هذا عرض الشق ماذا رمز عرض الشق دي يسقط على شاشة فإذا كانت الزاوية بين الهضبة المركزية والهضبة المضيئة الأولى هذه هي السيتا احسب الطول الموجي لضوء المستخدم كما تعودنا معطيات أحسنتم ثم المطلوب مننا وهو الطول الموجي لمدة ثم القانون المستخدم لمدة ساوي دي سين سيتا وأخيرا التعويض لمدة ساوي نعود عن الدي باتنين ضرب عشرة سالب ستة ثم سين السيتا معي اللي هي بستاشر الناتج خمسة بوينت خمسة دارب عشرة سالب سبعة ميتر وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر